السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت مرشحات لمادة التربية الإسلامية للصف الأول متوسط طويمان نصف السنة مرشحات تقريبا 34 سؤال وإن شاء الله الحل يعني فقط أشرت لكم الحل صفحة هلقد وهلقد هذي 19 سؤال وهذي القفة الثانية 34 سؤال زي خلينا نقرأ ونعين الصفحات أولا سؤال أول عرف التجويد لغة لغة مصطلاحا طبعا هاي حسب مدارس طالباتي يعني مرشحات وحبيت أصورهم عرف التجويد لغة مصطلاحا هاي موجودة صفحة صفحة 6 كتبوا يمكم ورقة وقلم صفحة 6 سؤال الثاني عرف القرق ثم اذكر أقسامها سؤال الثاني صفحة 10 الأول 6 والثانية 10 سؤال الثالث عدد 5 من آداب تلاوة القرآن الكريم 5 يريد هي هواية 5 من آداب تلاوة القرآن صفحة 13 صفحة 13 سؤال الثالث السؤال الرابع اكتب ما تحفظه من صورة الفجر من قوله تعالى والفجر إلى قوله تعالى أن رب كلب المرصال سورة الفجر تعرفوها وانا كتبتها صفحة 14 سؤال الخامس اعطي معاني المفردات الآتية هاي المعاني ما كتبت الصفحة يعني انتو دور هذا المعاني يعني ما يحتاج صفحة سؤال السادس كيف ينظم القرآن الكريم حياة المسلمين هذه سؤال السادس صفحة 23 صفحة 23 سؤال السابع اذكر آية قرآنية كأمرنا بطاعة الوالدين سؤال السابع صفحة 22 قلنا السادس 23 والسابع 22 سؤال الثامن قد حث رسول الله عليه الصلاة والسلام على تلاوة القرآن هاي ماما مو غلطانين هما القرآن تلاوة القرآن وضح ذلك وبين أثر تلاوته سؤال الثامن صفحة 24 هذه صفحة 24 سؤال السادس التاسع سوري اكتب حديث نبوي شريفا من سنة سنة حسنة أو سيئة سؤال التاسع صفحة 25 سؤال العاشر ما مسؤولية المفكرين والمشرعين تجاه الناس سؤال العاشر صفحة 27 سؤال الدعش بين معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من سنة في الإسلام سنة حسنة ومن سنة في الإسلام مسنة سيئة سؤال الدعش صفحة 26 سؤال الثامن ما عاقبة الذي يتخذ في حياته سيره سيئة فيقلد الناس في ذلك سؤال الاثنعاش صفحة 26 يعني هسا هذا نقول سؤال للدعش صفحة 26 وأيضا سؤال الاثنعاش صفحة 26 يعني نفس الصفحة سؤال الثالث ما المقصود بالعبادة وما هي أنواعها 13 هذا ما المقصود بالعبادة وما هي أنواعها سؤال 29 و 31 سؤال 29 و 31 هذا سؤال 13 من مقصود بالعبادة بين 29 و 31 سؤال 14 ما ثمرت عبادة الله تعالى سؤال 14 صفحة 32 سؤال 15 ما هي أسباب مقاومة قريش للدعوة صفحة 36 سؤال 16 اذكر الاتهامات التي واجهتها قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام سؤال 16 صفحة 38 سؤال 17 عرف الأمانة ثم اذكر أنواعها السؤال 17 من 40 إلى 41 السؤال 18 اذكر آية قرآنية تذكر أهمية حفظ الأمانة السؤال 18 صفحة 40 سؤال 19 اذكر حديث نبويا شريفا في علامات المنافقة 19 صفحة 44 على الجهة الثانية سؤال 20 اكتب ما تحفظه من سورة البروج من قوله تعالى والسماء ذات البروج إلى قوله تعالى والله على كل شيء شهيد سؤال 20 صفحة 45 هذه الآية سورة البروج سؤال 21 عرف القرآن الكريم ثم اذكر أسمائها 21 من صفحة 52 إلى 53 22 اذكر ثلاث صفات من القرآن الكريم مستشدا بآية 22 صفحة 53 53 سؤال 23 اكتب حديثا نبويا شريفا في الصدق والكذب سؤال 25 صفحة 55 سؤال 23 55 سؤال 24 اعرف النجاسة ثم اذكر أنواعها صفحة 59 59 25 ماذا دار في اجتماع دار الندوة وما هي قرارهم الأخير سؤال 25 صفحة 61 26 ماذا كان عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وكيف بنا مجتمع المدينة 26 صفحة 61 إلى 62 27 اذكر آية قرآنية تحث على النظافة 27 صفحة 66 28 اذكر حديثا نبويا شريفا يحث على النظافة هاي آية وهذا حديث 28 27 صفحة 66 وال28 67 سؤال 29 ما المقصود بالطهارة المعنوية والطهارة الحسية المعنوية سؤال 29 صفحة 65 سؤال 30 لماذا أمر أن الله سبحانه وتعالى بعبادته سؤال 30 صفحة 32 صفحة 32 31 اكتب حديث نبويا شريفا في النهي عن الحسد 31 صفحة 76 صفحة 76 32 عن ماذا تحدث السور التي نزلت في مكة عن ماذا تحدثت لن نزلته في المدينة 32 صفحة 74 سؤال 33 ما الفرق بين القلقل الكبرى والصغرى وضح ذلك بالأمثلة صفحة 10 33 صفحة 10 سؤال 34 ما المقصود بالأمانة ثم بيين أنواعها صفحة من 40 إلى 41 مع تمنيات لكم بالموفقية والنجاح ترجمة نانسي قنقر